خلينا بس قبل ما أقول التعريق بتاعي أسأل السيد أحمد شايف قيمة اللاعب هل النادي الأهلي ممكن يستفيد منه قيمة الصفقة أجينست أو مقابل قيمة اللاعب ذات نفسها ده توقف طبعا على مردود اللاعب بشكل يبير واللعب جاي من نادي في وسط الجدول في الدار البرتغالي بيعت طبعا لندها في وسط الجدول دايما حتى عندنا في الدار المصري بتاعتمد على زون ديفنس وبتلعب على مساحات الخالية بشكل يبير ولعب سريع جدا عنده أكثر ميزة عنده بشكل كبير إن هو سريع بيقدر يتحرك في المساحات الخالية بشكل كويس بس وكمان عنده يوزة طبعا كويسة جدا إن هو بالعب رجل اتنين ودي حاجة ودي حاجة مميزة والهدر بتاعه بردو كويس أه 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 إحصير هو جاب ست جاب الأهداف بتوع في الموسم ده منهم حوالي اتنين أو تلاتة أو تلاتة أعتقد أهداف رئاسية على مدار الأهداف بتاعته في تنقلاته في الدار البرتغالي جاب حوالي برضو بيجد ضربات الجزائر بشكل كويس جاب حوالي 9 أهداف من إجمالي الأرقام موجودة هو الأرقام زي ما هيك زي ما إحنا شايفين لعب 14 مباراة عدد دقائق لعب 1900 أو 1094 دي عدد الأهداف في الدولة 6 التمرات الأسيست 3 عدد الأهداف في كأس الأليانز 2 هدفين 1 عدد الأهداف في الكأس هو عدد المباراة اللي لعبها مباراة واحدة وعدد الأهداف 2 يعني معنا ذلك لو دمعنا 2 مع 6 أهداف وعندنا 3 أسيست يعني بكلم تاني في 11 تقريبا يعني في 11 جون يأما أهداف أو أسيست عدد المباراة الإجمالية اللي عبها زي ما حالك كده 10-120 مباراة لعبها في كل المسابقات الأهداف 50 هدف التمرات الأسيست التمرات الحاسمة 12 تمريرا يعني إحنا نتكلم برضو تقريبا 60 يعني إحنا كان لزينا تقول كده 120 مباراة تقريبا 60 جون أو أسيست بالزبط 60 في الماء أو أقل 55 في الماء بكتره كان أهداف دي نسبة عالية ولا نسبة متوسطة نسبة كويسا للاعب بيلعب في نادي في متوسط جدول أو لعب في نادي ممكن ينافز على الهبوط بشكل كبير يا لأن الأندية في نادي ريا قافي بشكل كبير يلاعب بيلعب بزون ديفنس بيلعب على المساحات معظم الفيديوهات اللي شفناها يعني طبعا أنا عندي اعتقاد شخصي أن أنا مفعش أجيب لعب من خلال الفيديوهات يعني ده بيبقى صعب وبرده كأصلا مرسل بولر بردو يعني فكرة أنه هو الاعتماد على الفيديوهات هو ما بيحبش يقيم اللعب اعتماد على الفيديوهات من شكل عام يعني عرفش الصفقة دي أنا عملي يعني مثلا اللعب الغاني اللي كان أهل عايز تعتقد معه اللعب إنما شافه لا أنا مش محتاجه ومش هيقدر يفيدني فممكن كنت اعتمانت على الفيديوهات كنت ممكن أتعاقد معه بشكل كبير أنا مرضود اللعب يعقوبه طبعا في حال اكتيازه للكشف الطبي النهاردة هيبين أنا ما عرفش هل هو يتواكب مع فلسفة كولر كولر الأهلي طبعا ماتش بيراميز يمكن الماتش الوحيد للأهلي ولعبش على الاستحواز فيه بشكل كبير سبب الاستحواز لبيراميز ولعب على الزون ديفئلها بلعجبات المرتدة هل يعقوبه يقدر يتواكب مع الخطة دي أعتقد يقدر يتواكب سببش ده هيكون الاسلوب أو الطريقة التك تيك اللي حيلعب بيه مارسل كولر في المباراة اللي جاية احنا أنا شخصيا استغربت الطريقة اللي هي ولعب بيها آه بصراحة مش طريقة النادي الأهلي هو يرص العيبة في الدفاع ويلعب على الهجمات المرتدة